السلام عليكم المكونات معنا بسيطة جدا انا معايا في الطبق ده اتنين كوب ونص من مبشور جوز الهند بيكون بالشكل ده ما تجيبوش مبشور جوز الهند الناعم قوي لا هاتو زي اللي في الفيديو ده كده بالزبط وكمان معايا بقى اشر برتقانتين كوبار انا عاملاهم بالمأشرة بناخد بس الطبقة اللي هي اللي فوق دي ما نحاولش ناخد الجزء اللي فيه ابيض عشان ما يدناش طعم ممر بناخد بس القشر بالطريقة دي ده القشر بتاع برتقانتين كوبار ولو هتستعمله برتقان صغير اه خده اشر تلت برتقانات وكمان معايا بطين كوبار وطلت قطع من الزبدة القطع وزناها عشر جرام يعني معايا تلتين جرام من الزبدة حوالي معلقتين كوبار ومعايا سكر استيفيا وكمان معايا بيكن بودر واستعمل كمان فانيليا ودي المعلومات الغذائية بتاعتها مناسبة للكيتو دايت ومعايا بقى هنا اشتة كي دي 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 اشتة اه دي يا جماعة مناسبة للكيتو دايت او ممكن تستعمله اشتة المراعي اللي انا بستعملها في الفيديوهات قبل كده الاشتة دي مناسبة للكيتو لاني مفيش فيها اديوت نباتية معمولة بس من الدسم الحيواني دي مناسبة للكيتو دايت وممكن تقعد معاكو في التلاجة فترة كبيرة اه بعد كده هنبدأ بقى دلوقتي نجاهز الوصفة هنجيب دلوقتي شفشق الخلاط وهنبدأ نحط فيه اشر البرتقان وبعد كده هنحط دلوقتي على اشر البرتقان اتنين حبة من البيت حجمهم كبير وبعد كده هنحط السكر وبقرر في كل الفيديوهات السكر بيكون حسب الرغبة تقلله او تزوده على حسب ما انتو عايزين انا هحط معلقتين كبار مليانين من سكر استفيانا او اي سكر مناسب للكيتو وبعد كده هنحط دلوقتي الفانيليا السيلة طبعا في الوصفة دي ممكن نستغنى عن الفانيليا علشان اشر البرتقان هيشيل الزفارة بتاعت البيت بس بصراحة انا اتعودت دايما ان انا حط فانيليا لو هستعمل بيت دلوقتي بعد ما حطينا المكونات كده هنشغل دلوقتي الخلاط علشان يختلطوا مع بعض شوية وبعد كده هنضيف عليهم باقي المكونات وبعد ما ضربنا البيت شوية كده مع اشر البرتقان طبعا اشر البرتقان لسه ما تفرمش معنا نعم هنضيف بقى دلوقتي باقي المكونات انا هنا هستعمل اشطة كي دي دي او ممكن تستعمله الاشطة الفلاحي انا هنا عايزة اعمل حليب الاشطة بس مش هعمله في طبق لوحده انا هعمله مع المكونات كلها في الخلاط فدلوقتي انا هجيب معلقة كبيرة معلقة الطعام واحط بمعيار معلقة الطعام دي اربع معالق كبار مليانين من الاشطة وطبعا زي ما قلتلكم ممكن تستعمله بدل الاشطة دي ممكن تستعمله الاشطة الحيواني او تستعمله كمان الاشطة الفلاحي اللي هي وش اللبن دلوقتي انا هعاير اربع معالق كبار من الاشطة طبعا العلبة بتاعت الاشطة جامدة كده على ايدي وانا بطلع الاشطة كان الافضل طبعا ان انا افضيها كلها في طبق الاول وبعد كده اعاير اربع معالق بس مش مشكلة خلاص احنا كده حطينا اربع معالق كبار مليانين من الاشطة ضفناهم على اللبيض وكمان اشر البرتقان والسكر والفانيليا بعد كده هنحط عليهم كباية من المياه هنحط دلوقتي معيار كوب الا معلقتين او ثلاثة كده من المياه يعني كبات مياه مش مليانة قوي وممكن نستغنى عن خطوة القشطة والمياه ونحط اي حليب نباتي انتو بتحبوه ودلوقتي هارجع تاني اشغل الخلاط علشان المكونات كلها تختلط مع بعض كويس وبيكون معانا بقى المكونات بالشكل ده اه انا محتاجة طبعا ان انا اسيح الزبدة لانها كانت لسه طلعة من التلاجة فكانت لسه جامدة فحطها دلوقتي في كوباية ودخلها المايكرويف كده علشان تسيح انا عايزها سايحة من السخنة طبعا لو الزبدة معاكم بدرجة حرارة المطبخ استعملوها على طور مش هتحتاجوا ان انتو تسيحوها دلوقتي انا اخدها دخلها المايكرويف وبتطلع معانا بالشكل ده انا سيحتها كده لكن ما خلتها تبقى سخنة هنضيف بقى البيكين باودر علشان ما ننسهوش هنحط دلوقتي معلقة صغيرة مليانة قوي من البيكين باودر هنحطها على مبشور جوز الهند وهنقلب كده المكونات مع بعض وهنضيف بقى دلوقتي الخليط بتاع المكونات السيلة هنضيفه كله كده المقادير دي يا جماعة مقادير مظبوطة جدا امشوا على الخطوات والمقادير وان شاء الله هتنجح معاكم وهنقلب باستمرار كده بالاسبيتيولة علشان جوز الهند يختلط كويس مع الخليط بتاع المكونات السيلة بيكون معانا بالشكل ده وهنضيف بقى دلوقتي اخر حاجة معانا الزبدة هنقلبها الاول كده بالمعلقة علشان تاخد قوام سيل شوية وبعد كده هحطها على الخليط بتاع الكيك هنحط بقى مئدار الزبدة كله 3 قطع من الزبدة 30 جرام ودلوقتي هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض كويس بالشكل ده وده بيكون القوام بتاع الكيك بيكون معانا فرول كده ما بيكونش سيل بيكون معانا القوام كده ودلوقتي بقى انا جبت اي صانية تدخل الفرن وحطيت عليها ورق زبدة وده النوع اللي انا بستعمله يا جماعة النوع ده كويس جدا مكتوب عليه شرائح ورق الخبز ورق زبدة ورق خبز مش ورق زبدة عادي والنوع ده كويس جدا ومش بيلزق فيه اي حاجة لان فيه ناس كتير بتشتكي ان بتعمل الوصفات وتلزق في ورق الزبدة ياريت تستعمله ورق زبدة يكون النوع نظيف ودلوقتي هنحط الخليط بتاع الكيك فوق ورق الزبدة بالشكل ده شايفين القوام بتاع خليط الكيك بيكون معانا بالشكل ده مفرول كده ما فيش فيه اي سويل وخلاص كده بعد ما حطينا الخليط بتاع الكيك في الصينية هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نسويه كده والخطوة دي مهمة جدا هنبدأ دلوقتي نسويه كده بلزبتيولة او بمعلقة خشب ونوزعه كويس كده في الصينية وبعد ما زبطنا الكيكة كده في الصينية بيكون معانا بالشكل ده وهنزبط برضو ورق الزبدة كده ونقص الأطراف الزيادة وكده خلاص الكيكة جاهزة معانا ان احنا ندخلها الفرن هندخلها على فرن سخنة على درجة حرارة 180 وناخد بنا من الكيكة جماعة اول ما تبدأ ان هي تتحمر من الطروف بنشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعها بتقعد في الفرن بالزبط نص ساعة وبيكون الطبقة اللي في النص كده بتكون لسه طرية بنشغل الشواية الشواية هتحمر الوش وكمان هتسوي المنطقة اللي في النص دي وبعد كده بنطلعها بتكون معانا بالشكل ده وبنعمل لي اختبار بالخلة بتطلع معانا الخلة نظيفة وزي الفل يبقى هي كده خلاص مستوية كويس قوي هنسبها بقى لغاية لما تبرد خالص بس بصراحة انا ما سبتاش تبرد كتير لان انا بموت في كيك البرتقان وهو سخن فسبتها تبرد شوية صغيرين كده وبعد كده طلعتها من ورق الزبدة شايفين لان استعملنا ورق زبدة نوع نظيف ما بلزعش في المكونات خالص طبعا يا جماعة الافضل ان انتو تستنوا لغاية لما الكيكة تبرد خالص خالص علشان ما تتقصرش منكو انا بعملها وهي سخنة فبعملها بالراحة اوي زي محضراتكو شايفين كده لكن الافضل تصبوها لغاية لما تبرد خالص ودلوقتي بقى بتكون الكيكة جاهزة معانا بالشكل الجميل ده بتكون معانا متحمرة من كل الجوانب كده ومرتفعة شايفين الكيكة مهبطتش معانا خالص مرتفعة وجميلة جدا وما اقولكوش بقى على الريحة الريحة كانت قلبها البيت كله ريحة كيكة برتقان اكتر من روعة ويلا بينا بقى دلوقتي نقطعها ونشوف القوام بتاعها عامل ازاي طبعا قطعوها بالحجم اللي انتو عايزينه انا بصراحة كده بحب القطع بتاعت الكيك تكون سميكة شوية فدلوقتي هبدأ قطع كيكة البرتقان خدوا بالكو هي لسه سخنة خالص وبتطلع لسه معايا بخارة هوا الافضل بقى انتو تستنوا لغاية لما تبرد شوية علشان ما تتقصرش منكو وبعد ما قطعت كيكة البرتقان بتكون جاهزة بقى دلوقتي ان احنا نقدمها احلى حاجة لكيكة البرتقان ناخد معاها كباية شاي بالنعناع كده وننسى الدنيا خالص ريحة جميلة جدا وطعم اكتر من رائع يلا بينا بقى نشوف قطعة من الكيك شايفين جميلة جدا ومتحمرة وكمان شكلها اكتر من رائع ونقول بسم الله كده وندقها مع بعض طبعا انا هاخد الجزء اللي على الطرف كده المتحمر ده من كل ناحية لان بصراحة شكله مغري قوي وكمان الطعم اكتر من رائع طعمه ما يتوصفش جميل جدا ونكهة البرتقان عالية قوي وكمان الريحة تحفى جربوها وقولولي رأيكم فيها ايه وكده عملنا مع بعض كيكة البرتقان من غير برتقان من غير نشويات من غير دقيق مناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضى السكري المتبعين لنظام الكيتو مش مرضى السكري المتبعين للدايت العادي لأ مرضى السكري يا جماعة المتبعين لنظام الكيتو دايت وكمان لمرضى حساسية الجلوتين لان عملناها من غير اي نوع دقيق اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعمله لايك وشير للفيديو وكمان ترفع الفيديو بتعليقاتكم الحلوة ولما تجربوه اكتبوه لي رأيكم فيها ايه وبالف هنا وعافية